اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي فضائية العراق التربوية التقي وإياكم في درس آخر من دروس الرياضيات للصف الرابع العلمي الآن راح نتناول في هذا الدرس النسبة المثلثية لزوايا الحادة وبعض الالاقات الاساسية الآن لاحظوا اعزائي راح ارسم مثلث قائم الزاوية ارسم مثلث قائم الزاوية لاحظوا هذا المثلث راح اسميه ابي سي قائم في سي هذا المثلث ابي سي هذا مثلث قائم الزاوية في سي هذه الزاوية الحادة تلاحظ هذه الزاوية القائمة هذه الزاوية القائمة اللي هي 90 درجة هذه الزاوية الحادة اللي راح اقدر اسميها اقول قياس زاوية ابي سي راح اقول عليها اسميها كيو هذه الزاوية الحادة قياسة اللي هي ابي سي راح اسميه اكيو فلو تلاحظ هاي الزاوية كيو هذه زاوية حادة هذا الظلع اللي هو او هاي قطعة المستقيم اللي بالمثلث هذا الظلع اللي هو اي سي هذا مقابل هاي كيو هذا مقابل للزاوية كيو خل اكتب علي مقابل دا تلاحظ هذا الظلع اللي هو بي سي هذا هذا الظلع اللي هو بي سي دا تلاحظ هذا مجاور للزاوية كيو في هذا المثلث القائم هذا الظلع اللي هو مائل دا شوفه هذا اللي هو اي بي راح اسميح لوتر هذه سميتهم لانه سراح نحتاجهم في هذا الدرس اه ش راح اخذ ان العدد الذي يمثل نسبة لاحظ العدد اللي يمثل نسبة النسبة اي سي على اي بي هذه النسبة رح اكتبها اولا العدد اللي يمثل نسبة اي بي اي بي على اي سي على اي بي طب نضلع المقابل اللي هو اي سي على اي بي هذا يسمى جيب اللي راح نطلق عليه ساين الزاوية الحادة كيو ش راح اتمثل هذه جيب الزاوية اللي هو الظلع المقابل اللي هي اي سي على الوتر اي بي ثانيا راح نسمي العدد اللي يمثل النسبة لاحظ شنية النسبة الظلع بي سي تلاحظ بي سي على الظلع او الوتر اي بي على الوتر اي بي راح ش نسمي يسمى جيب تمام جيب تمام اللي راح نطلق عليه كوسين الزاوية الحادة كيو كوسين الزاوية الحادة كيو يعني هنا اقدر اكتب هنا ساين كيو يساوي اي سي على اي بي اقدر اكتبها بها الصيغة تتلاحظ ساين كيو هنا اللي هو ساين الزاوية الحادة كيو يساوي الظلع المقابل لها اللي وضحت لكيها على الرسم اللي هو اي بي على الوتر اي سي العفو على الوتر اللي هو اي بي هذي كتبت لكيها بهذه الصيغة هذي هذي ساين الزاوية الحادة كيو اما جيب تمام الزاوية راح نصح لكوسين الزاوية الحادة اللي هو راح يمثل لنسبة الظلع المجاور اللي هو بي سي على الوتر اي بي اللي هسا وضحت لكيها تتلاحظ الظلع المجاور على الوتر اقدر اقول كوسين كيو راح يساوي بي سي المجاور على الوتر اللي هو اي بي رقم تلعفة اما العدد الذي يمثل نسبة المقابل المجاور اللي هي شمية النسبة راح يصير اي سي على بي سي اي سي على بي سي هذا تسمى ظل اي تانجنت الزاوية الحادة كيو فيش راح ننمز لهذا التان راح نقول التاني كيو اللي راح يساوي من الظلع المقابل على المجاور في هذا المثلث القائم الزاوية اللي هو الظلع المقابل اللي هو هذا بالرسم امامك اللي هو اي سي على المجاور على المجاور اللي هو بي سي فهس صارت عندي ساين كيو تلاحظ هاي مهمة وكوساين كيو الزاوية الحادة او تاني كيو ظل الزاوية الحادة زي هس لو اجي ابابع او انظر الى هذا المثلث القائم الزاوية احنا نعرف راح انطبق عليه مبرهنة فيثاغورس شو نقول حسب مبرهنة فيثاغورس اللي شو نقول مبرهنة فيثاغورس مربع الوتر وين الوتر هذا الوتر اي بي مربع الوتر اي بي يساوي مجمور مربعين طول الظلعين القائمين الاخرين او خل اسوي اجمع الظلعين مربع الظلعين القائمين الظلع القائم الاول اللي هو AC AC تربيع زائد BC تربيع زائد BC تربيع يساوي AB تربيع الوتر واللي احنا هذا مضحيها في المرحلة المتوسطة وكلكم تعرفون مبرهنة فيثاغورس دارسيها في المرحلة المتوسطة اللي تقول مربع الوتر يساوي مجموع مربعين طول الظلعين القائمين الاخرين هذه في المثلث القائم الزاوية لاحظ لو هذه المعادلة الامامك رح اقسم الطرفين على الوتر AB اقول بقسمة طرفين المعادلة على AB على AB تربيع 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 فرح رح يصير الكل تربيع زاد لاحظ BC ايضا اللي هو تربيع رح اقسم ايضا على AB تربيع فرح AC AC على AB هذا يمثل اللي لاحظ هنا ساين Q AC AC على AB رح يمثل ساين Q وشنو فوق تربيع راح هنا رح اكتبها هنا رح يقول لي ساين تربيع Q زاد دا تلاحظ BC على AB هذا BC على AB هذه النسبة شه تمرثلي هاي المجاور على الوتر اللي هي كوساين ايضا تربيع عندي كوساين تربيع للزاوية هي الحاد Q يساوي هذه AB على AB يروح طبعا واحد وتربيع فاذا واحد استنتجت لاحظوا هذه العلاقة المهمة جدا هذه علاقة مهمة جدا كل واحد بيكم لازم يحفظها بحيث احنا الاساتذة نصح لها هذه العلاقة الذهبية من قدمها مهمة يعني فكل طالب بيكم يحفظها لانت رح تحتاجها في المراحل القادمة كل ش مهمة اعزائي هذه العلاقة جدا مهمة كل واحد بيكم لازم يعرف اللي هي ساين تربيع كيو زائد كوساين تربيع كيو يساوي واحد استنتجنا هذه العلاقة المهمة اللي امامك هسا نجي ايضا قلنا انه تان كيو تان كيو اللي هي تساوي اي سي المقابل على المجاور ايضا لو رح اقسم هذه طرفي النسبة على اي بي على الظلع اي بي اش رح اشوف اش رح ينتج اللي التان رح عندي تان كيو رح نقول بقسمة بقسمة طرفي النسبة على اي بي ايوان ش رح ينتج عندك رح يساوي عندي اي سي اقسم على اي بي وكذلك عندي بي سي اقسم على اي بي تلاحظ هذي النسب ش رح تمثلي اللي كتبتها اذا نقول تان اي كيو رح يساوي لي هذي النسبة بالبسط ش رح تمثلك اي سي على اي بي اللي كتبتها اول مرة يعني هذا في هذا الرسم اللي يمثلت لي المقابل الوتر فهذي تمثلي الساين ساين اي بي بينما هذي النسبة بالمقام دتلاحظ هذي النسبة اللي هي متكونة من بي سي على اي بي اللي هي تمثلت الظلع المجاور في هذا الرسم على الوتر اللي هي كوساين كيو ايضا هذي دتلاحظها العلاقة مهمة ايضا ونحتاجها هواية في المراحل القادمة في دراستنا اللي هي تان كيو تان هذه الزاوية يساوي ساين كيو على كوساين كيو فهذي ايضا ان شاء الله افتهمتوها هاي العلاقتين المهمة وان شاء الله راح تحفظوها هسا اعزائي راح ناخذ الزوايا الخاصة اول زاوية عندنا من هذه الزوايا الخاصة زاوية 45 درجة هسا راح ناخذ الزوايا الخاصة اول وحدة راح ناخذها الزاوية 5 و40 درجة هسا ايضا راح ارسم اشوفكم شلون راح نجد ساين وكوساين 45 والتان ايضا راح ارسم مثلث قائم الزاوية ارسم مثلث قائم الزاوية واخذ احد هاي الزوايا الحادة تساوي 45 درجة بتلاحظ هنا عندي اخذ هذا المثلث هذا المثلث ايضا اي بي سي هذا زاوي هذا مثلث بتلاحظ هذا مثلث قائم الزاوية قائم الزاوية في سي فيه النقطة سي زاوية هذي اللي هي قياس زاوية اي بي سي تساوي 45 درجة لاحظ هذي الزاوية اللي هي راح تساوي 45 درجة زين احنا مجموع زوايا المثلث 180 درجة فايضا هاي راح تساوي 45 درجة ايضا لأن هذي قياس زاوية اي سي بي هذي زاوية 90 درجة وهذي هو عندنا زاوية 45 درجة لأن مجموح هاي الزاوية اللي هي زاوية سي بي اي وقياس زاوية سي اي بي مجموح 90 هذه قياس زاوية سي بي اي 45 وقياس زاوية قياس زاوية سي اي بي ايضا 45 درجة فهذه ايضا راح مننا راح يصبح مثلث متساوي ساقل لو فرضنا طول الظلع بي سي هو L وهذا ايضا طول الظلع أي سي راح يصبح L شوفوا لأن هذا مثلث متساوي الساقين هذا زاوية القاعدة 45 ب45 درجة تلاحظ اذا رد نعرف هس هذي طول الظلع راح يصبح بي سي شوف الظلع بي سي يساوي الظلع أي سي ويساوي L شباقي عندي أطلع أطلع هذا الوتر اللي هو AB هذي شون أطلعها حسب مبرهنة فيثاغورس هسه اللي تكلمنا عنها فرح شنقول حسب مبرهنة فيثاغورس دا تلاحظ اللي هي راح نقول A B تربيع A B تربيع يساوي A C تربيع زائد B C تربيع ورح تصبح عندي A B تربيع يساوي هذا L تربيع وهذا L تربيع راح يصير L تربيع زائد L تربيع إذن AB تربيع شو راح يساوي أجمعهم راح يصير 2 L تربيع بأخذ جذر التربيع للطرفين راح يصبح AB يساوي جذر التربيع لل 2 L راح يصبح أصبح هذا جذر التربيع الاثنين حسب هسا اللي شرحناها النسب المثلثية اللي أخذناها واللي وضحت لك إياها أي زاوية حادة في هذا المثلث القائم الزاوية نقدر نطلع ساين الزاوية وكوساينها أو تانها نقدر هذه الزاوية أو هذه نفس الشيء هاي أيضا زاوية حادة اللي هي رأسها اي وهذه اللي رأسها بي أيضا هي هم زاوية حادة وقياسة 45 درجة هسا راح هاي الأضلاع اللي ثلاثة كلها معلومة إذا أخذنا الزاوية الحادة اللي هي قياس زاوية CBA هذي فرح يصبح الظلع AC هو مقابل لها والظلع BC هو المجاور وهذا اللي هو الوتر شوف هذا حيصبح رح أكتب لك يا نا هذا المقابل وهذا المجاور وهذا الوتر بالنسبة لمن هذه اللي داحتي بالنسبة لهذه الزاوية 45 درجة رح أطبق اللي حتيته هسه قبل شوية رحش أقول هنا عندي رح أقول ساين 45 درجة شو رح يساوي لي ساين 5 المقابل الساين المقابل على الوتر بهذا المثلث أجي من المقابل عندي هنا L ويساوي L على الوتر شو يساوي لي جذر 2 L أختصر ويساوي 1 على جذر 2 هسه شوه استنتاج هنا رح يصبح عندي ساين 5 أو 40 درجة يساوي لي 1 على الجذر التربيعي للعدل 2 هذا شوفه واللي إحنا نحفظه واللي ما يقدر يحفظه يقدر يعمل هذه المثلث القائم ويقدر يطلع رأسا واللي ما يقدر واللي يقدر يحفظه أنه 45 درجة 1 على جذر 2 هذا كل أعزائي نحتاجه حتى في الدروس العلمية مو بس بالرياضيات هذه ساين هاي الزاوية فالمفروض أي طالب بيكم لازم يعرفها أجي على هسه الكوساين كوساين عندي 5 أو 40 درجة أيضا حسب هسه اللي وضحت لك الكوساين رح يصير المجاور على الوتر المجاور على الوتر ويساوي من هو المجاور هذه الزاوية من المجاور إلهي هذا إشقيت طول ضلع L على الوتر إشقيت هذا الجذر التربيعي للعدد 2 في L هم نفس الشي شوف رح يساوون L يروح ويال L فإذن 1 على جذر 2 هسه شن اللي شيل استنتجنا إنه كوساين 5 أو 40 درجة يساوي 1 على الجذر التربيعي للعدد 2 هذا أيضا شي مهم جدا ولازم كل واحد بيكم يعرفه لتلاحظون إش بقى عندي أريد أعرف تان ال 45 نجي تان 45 أو 40 درجة يساوي شنو 45 عندي التان الخمس التان زاوية الحادة رح يصير المقابل على المجاور حسب ما هس وضحت من المقابل اللي هو لاحظ هذا ال المقابل ال على المجاور هم اللي فرضت ال هناش قد رح يساوي لي نختصر يبقى واحد فقط فإذن شنو راح اللي نستنتجه إنه هو تان 5 أو 40 درجة يساوي واحد أيضا هذا كل واحد بكم لازم يعرف ومهم جدا لاحظ الزاوية الخاصة هذه 45 طلعنا الساين ال 45 واحد على الجذر التربيعي للعدد اثنين والكوساين ال 45 أيضا واحد على الجذر التربيعي للعدد 45 وأيضا أدن تان ال 45 راح يساوي لي واحد فهس راح أخذ الزاوية الخاصة الأخرى اللي هي 30 درجة و60 درجة وأيضا راح نوضحها وشنون راح نطلع الساين والكوساين هنا هنا راح أوضح لكم إياها إذا ممكن ويكفل وقت مالتنا إن شاء الله وقت الدرس كفي حتى أقدر أرسم الكومية أقدر أرسم الكومية وأوضح هنا هنا راح أرسم هنا مثلث متساوي الأضلع راح أرسم لك هنا مثلث متساوي الأضلع هنا بس أرسم المثلث يجوز وقت الدرس ما يكفي أكمل لك لك على الدرس القادم بس أوضح لك الزوايا هنا لأن ما أقدر بعد الدرس ما يكفيني إذا هنا عدي الزوايا 30 درجة هاي الزوايا الخاصة و60 درجة هنا مثلث أخذ راح A B C مثلث متساوي الأضلع مثلث متساوي الأضلع وأفرض كل الزلع من هذه الأضلع 2 L تتلاحظ هنا وبعدين إذا طبعا أنت تعرف ميزات هذا المثلث المتساوي الأضلع كل زاوية من زوايا هو 60 درجة كل زاوية من زوايا المثلث 60 درجة تتلاحظ هذه 60 درجة لو نرسم A D هذا A D عمودي على B C نرسم A D أمودي قطعة المستقيم على B C هذا سيصير عمودي تعرف أنت في الخواص هذا المثلث العمودي سينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس يعني القاعدة إذا عندي طول الظلع 2 L سيصير هنا L D C L ويصير B D هم L تتلاحظ شون عندي لأن العمود ينصف القاعدة وينصف زاوية الرأس يعني زاوية الرأس حصير عندي حصير هذه الزاوية 30 درجة وكذلك هذه الزاوية 30 درجة وأقدر هم أصبحت لدي مثلثين كل منهما قائم الزاوية المثلث الأول اللي هو A D C اللي قائم في D هذا قائم هنا وهذه الزاوية C اللي رأس C هو 60 درجة وقياد زاوية C A D 30 درجة أقدر أخذ هذا المثلث A D C وأقدر أخذ المثلث الآخر اللي هو A D B وأقدر أوضح هذه الزاوية 30 درجة أو 60 درجة مثل ما أوضحتها بال 45 درجة مثلا الزاوية 60 هنا عندي هذا الظلع اللي هو D C هو المجاور لهذه الزاوية وهذا A C يعتبر الوتر في هذا المثلث لازم نسوي نطلع الظلع القائم الثاني اللي هو A D حسب مبرهنة في ثاغرس بس أعزاء الطلبة هذا ما أقدر أكمله السؤال يحتاج لوقت للتوضيح وإحنا قربنا على انتهاء درسنا لهذا اليوم أودعكم وإلى اللقاء في الدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة